هذه الفنانة انتهت حياتها بمأساة كبيرة جدا المرض كان بينهش في لحمها لدرجة ان عادل امام عرض عليها ان هو يعالجها لكن هي كان ردها غريب جدا جدا عليه وقالت له فلوسك حرام يا عادل وهو رد عليها الفنانة دي هجرت الفن وبعد لما المرض زاد قوي عليها ارتدت الحجاب ورفضت صدقة عادل امام لما قالت له فلوسك حرام وقالت كمان انها ماتت مع دومة فقيرة ما كانتش لقية تاكل طيب تابت اه تابت قبل ما تموت توبة نصوحة ايه اللي حصل لها امام الكعبة حاجة تقشعر لها الابدان حرفيا فضلت قعدة قدام الكعبة فترة طويلة جدا جدا وقالت يا ربي لو مش ديتني الاشارة ان انا خلاص بقيت نظيفة وبقيت خلاص في توبة نصوحة انا مش هامشي من هنا انا هفضل موجودة ان شاء الله عمري كله هنام وصحة وحتى ما كانتش بتروح الفندو لو سمعتوا قصتها او قصة حياتها بالكامل بجدة هتحسوا انها على قد ما تعذبت وبعد كده رجعت فائت قوي والفلوس زادت معاها قوي وفي النهاية ماتت فقيرة معدومة تماما تماما ايه المرض اللي كان بينهش في لحمها ايه الامراض اللي اصابتها عارفين يمكن الفيديو هيكون تولش شوية لو سمحتوا كاملولي النهاية عشان تاخدوا عزة وعبرة لناس تانية كتير كانوا في وضعها وكانت الدنيا سرقاهم كانت الوقت بيجري منهم مش حاسين بحاجة حتى لما بقت تعبانة ومريضة ما كانتش حتى زعلانة من المرض عارفين قالت ايه قالت المرض ده بيخلص مني المرض ده ربنا جعلوا علشان يكون عزة ويكون رحمة ليا من كل الحاجات اللي عملتها هذه الفنانة هي نوال ابو الفتوح هي اسمها نوال احمد ابو الفتوح قبيل هما بيقولوا ان هي من عيلة صلاح قبيل ولكن ده كان مجرد كلام اتولدت عشر ابريل 1940 وتوفت في نفس يوم ميلادها برضو عشر ابريل 2007 توفت عن عمر 67 سنة جالها كمية امراض غير طبيعية بس المرض فعلا كان شافية لها هي من الشرقية ومن اسرة فقيرة يعني عندها اربع اخوات هما ولدوا تلت بنات اخوها نادر وكمان هي نوال ونازق ونادية كلهم كانوا بحرف النون ابوهم كان شغال في شركة يعني لدرجة ان اللي كان بيحصلوا ما كانش مكافيه هو لوحده حالتهم كان صعبة وبائسة جدا وهي عندها عشر سنين للأسف والدتها توفت اشتغلت وتحملت كل اعباء البيت كان اخواتها صغيرين وهي اللي شغالة في البيت علشان تأكلهم وتشربهم وتحمل كل حاجة وبالليل كانت تقعد تذاكر مرة واحدة جالها تعب وودوها المستشفى لقوا عندها انيميا وفقر دا قالوا لأبوها بنتك صغير على الشغل دا كله سبها لما تتعافى شوية لكن هيعملوا ايه فكروا يجاوزوا ابوها ايه واجاوزوا ابوها ودوروا على واحدة ان هو يتجاوزها لقيوا واحدة مطلقة وما كانتش بتنجب يعني كان سبب طلقها انها ما عندهاش اولاد او ما بتنجبش في البداية كانت احنيينة اوي عليهم وكانت كويسة اوي اوي معهم كانت نوال بتتمتع بجمال رهيب جمال رباني من وهي صغيرة شعرها كان اصفر وعينيها السودة الكحيلة الحلوة برا واحدة مرات ابوها تحولت بقى زي الشيطان كانت بتغير منها بطريقة غير طبيعية كانت دايما تحلق ليها شعرها ودايما كانت تنيمها معيطة بس كانت مرات الاب بتمثل دورين قدامهم وحشة اوي ولما ابوهم بييجي كانت بتبقى عاملة زي الملاك كانت بتخاف نوال تحكي لابوها لان مرات ابوها كانت بتعذبها عذاب شديد جدا لدرجة ان مرات ابوها قالت احنا هنقعدها من المدرسة داي كان سنة 1951 نوال جاريت على خالها وقالت له ارجوك تعالى اقول لابويا انا مش عايزة اقعد من المدرسة مرات الاب قالت لأ احنا هنقعدها لو قادر تصرف عليها ادفع لها مصاري في المدرسة كان خالها دا واحد شغال باليومية يوم يشتغل وعشرة لأ تعمل ايه تعمل ايه قالت له امرات الاب خلاص خدها على بعضها اخدها فعلا علشان يربيها وبعد كده تفجأت نوال بشيء غريب قوي تخيلوا ان امرات خالها كانت احنى عليها من امها وكانت بتتخانق معاها لو شافتها بتعمل حاجة غير المذاكرة لا يا نوال مش هينفع تعملي حاجة انت لازم تذكري لازم تكوني بنت كويسة ولكن برضو القادر كان بيلعب دوره مع نوال مرات خالها جالها مرات الرب ووقتها ما كانش لا علاج تعمل ايه توفت بعتذر طبعا فجأة امرات خالها طبعا توفت وبعد كده زي ما قلنا القادر كان بيرسم دوره قعدت تخدم في اولاد خالها وقالت لخالها انا هجيب اخواتي البنات يقعدوا معايا وبدأت تشتغل خياطة وتعمل فساتين والدنيا حلوة معاها وهي عندها 18 سنة بقى فعلا معاها فلوس كتير من الخياطة التحقت بقى بالمعد العالي للموسيقى وخلاص قالت انا هدرس المجال ده وهي بتدرس طبعا كانت شياكتها ملفتة قوي ولبسها كان ملفت قوي عبد المنعم مدبولي شافها اعجب بيها جدا اخدها معايا في مصرحية المفتش العام سنة طبعا 1962 السنة دي بالذات عملت فيها اربع افلام ومصرحية عملت شهيدة الحب الالهي ورسالة من امرأة مجهولة وكمان مصرحية جلف دان هانم والشموع الزوداء والزوجة 13 بدأت بقى خلاص الدنيا تزيد معاها ويعرضوا عليها ممكن تلبسي مايو يا نوال قالت مفيش مشكل هتعملي ادوار خارجة وفتاة ليل وفتاة لعوب وشائية قالت برضو مفيش مشكل اي حاجة هتنسين الفقر هعملها اهم حاجة اخد فلوس الفلوس زادت وعملت 119 عمل بعد كده كلنا فاكرين دور دولة في الشهد والدموع عملت اعلانات للعطور والدنيا فعلا كل شوية كانت بتزيد معاها لكن للأسف كانت بتتعرف لرجال كتير او تتعرض ليهانات من الطريقة دي كتير جدا اتعرفت مرة على روجل اعمال اسمه سمير ابو غدارة عام 1969 وكمان حصلت ما بينهم قصة حبي بس هو كان بغير عليها قوي جابت منه ابنها الوحيد احمد سمير طبعا وبعدها لما حصلت المشاكل بسبب الغيرة اتطلقوا سنة 1973 من كتر عشقها الابنها اعتزلت لحد سنة 1979 وبعد ما ابنها كبر شوية رجعت تاني علشان تشتغل لكن في يوم من الايام ابنها جاء من المدرسة وهو بيغيط وبيبكي بكاء رايب في ايه في ايه قالوا ابنها قال لها ان الولاد بتعيرني بسبب الناس اللي المشاهد اللي بتعمليها او اللبس اللي بتعمليه انا زعلان وحزين من كتر بكاء وقررت لاعتزال اعمال الاغراء وتحجبت وفعلا بدأت تعمل اعمال دينية فقط لا غير بعد فترة قررت الاعتزال تماما حفاظا على قرامة ابنها سفرت للحج وبدأت تعمل الاعمال الدينية وبعمل اعمال بالحجاب بعد ما سفرت رفعت ايديها امام الكعبة وقالت يا رب انا مش مشي من هنا لحد ما تكرمني بالتوبة هفضل هنا لحد ما تيجي اشارة لي بالتوبة فضلت قعد جنب الكعبة تلات ايام في اليوم الرابع راحت الفندق لاختها اللي كانت متوجدة معيها وقالت لاختها انا شفت في الرؤية واحد لابس ابيض وقال لي ابشري توبتك خلاص مقبولة ونصوحة بدأت بقى لما رجعت تعبت تاني لما رجعت مصر بعد ما حجت تعبت تعب شديد جدا جدا والدكتور قال للأسف عندها سرطان وصل للعظام قالت الحمد لله وسجدت على طول في الارض وقالت يا رب انا راضي انا راضي خليه نضف جسمي من البلاوي اللي انا عملتها وكمان صرفت فلوسها كلها على العلاج لدرجة انها قالت ان انا فلوسي ربنا كمان كان بيطهرني منها السرطان للأسف وصل معاها للدم وكانت بتغير دم قالت برضو الحمد لله على كل حاجة ما بقاش معاها اي فلوس جالها قرار انها تتعالج على نفقة الدولة لكنها رفضت وقالت في ناس اغلب مني تستحق وهاد الامام كان بيعمل مصرحية بودي جارد لما سمع قال هخصص يوم من ارادات المصرحية علشان اعالجها لكنها ردت عليه وقالت له فلوسك حرام وربنا تتاب علي يا عادل عبالك لما تبقى زيه المرض ده تطهير وان شاء الله هرجع لربي طاهرة ردية بكل حاجة الحمد لله وفعلا قعدت نوال ابو الفتوح سبع ايام في العناية المركزة وفعلا ما كانش بيزورها ولا فنان ولا فنانة راحوا وزروها مفيش غير ابنها واخوتها اللي كانوا بيزوروها وتوفت في نفس يوم ميلادها توفت نوال يوم عشر ابريل في نفس يوم ميلادها في 2007 كانوا طبعا بيطلقوا عليها شامة الحزن ادعو لها بالرحمة وبالمغفرة لو سمحتوا